اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة ومازلنا مع محاكمة الرسول بولوس في قيصرية وصلنا ونبدأ هذا اليوم بمحاكمته امام فيليكس ودروسيلا لقاء فيليكس ودروسيلا اولا في الايات من 24 الى 27 من اصاح 24 ثم بعد ايام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأتي وهي يهودية فاستحضر بولوس وسمع منه عن الايمان بالمسيح وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينون العتيدة ان تكون ارتعب فيليكس واجاب اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولوس دراهم ليطلقه ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فاستوس خليفة له واذا كان فيليكس يريد ان يودع اليهود من نتن ترك بولوس مقيدا اذا لمدة سنتين كان بولوس محبوسا في قيصرية لم يحدث لقاء عام الا ان فيليكس كان يعقد لقاءات خاصة مع بولوس ويتكلم معه وكان اول هذه اللقاءات الخاصة بحضور دورسيلا زوجته ربما بناء على طلبها ودورسيلا كانت يهودية وهي البنت الصغرى لهيروليس اغريباس الاول وده اللي كان بوضوح بيعادي الكنيسة وصف لوقة موته في اصح 12 والايات 20 الى 23 وكانت اخت الملك هيروليس اغريباس الثاني وبرنيكي والذين سيعرض لهم البشير لوقة في الاصحين التاليين 25 و 26 تزوجت اولا من ملك حمص في سوريا ثم اغواها فيليكس فتركت زوجها وتزوجته وكانت الزوجة الثالثة لفيليكس دعا فيليكس بولوس ليسمع مع دورسيلا عن الايمان بالمسيح وبسبب حياتها الغير مستقيمة والملوسة بخطايا كثيرة تكلم بولوس عن البر والتعفف والدينونة بالطبع تحدث بولوس عن الايمان بالمسيح وحيث ان دورسيلا يهودية فمن المؤكد انه تحدث عن حياة وموت وقيامة يسوع وانه هو المسيح الذي تنبى عنه الانبياء في كتب العهد القديم ولم يكتفي بولوس بالكلام عن عظمة شخصية يسوع واعماله بل هو ايضا المخلص والرب الذي ينبغي ان نؤمن به ونضع ثقاتنا فيه يمكن رغبة فيليكس ودورسيلا كانت التسلية او مجرد المعرفة لكن بولوس انتهد الفرصة وقدم رسالة الانجيل بوضوح من خلال هذه المصطلحات السلاسة فعلى الانسان ان يقبل بر الله اللي عملوا في المسيح يسوع وقبول لهذا البر سيقود الحياة التعفف وبالتالي ينجيه من الدينونة الاتية البر والتعفف والدينونة ده كان موضوع كلام بولوس امام فيليكس ودورسيلا كان هذا بالتأكيد احتياج فيليكس وزوجته بل وهو احتياج كل انسان لم يعرف الله بعد في المسيح يسوع فيليكس اضطرب لما سمع حديث الرسول بولوس يمكن بسبب الكلام عن الدينونة العتيدة بسبب الكلام عن الدينونة الاتية وكان رد الفعل هو التأجيل فقال لبولوس اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك والحقيقة ما سمعناش انه حصل على هذا الوقت المزعوم ومات فيه هلاكه وللأسف لم يطلق صراح بولوس رغم قناعته ببرأته لانه كان يرجو ان يحصل على رشوة من بولوس زي ما ارينا يمكن تصور ان بولوس غني وعنده اموال كتيرة ومنها لما صنع صدقاته قربين زي ما سمع لهذا كان يستدعيه ويتكلم معه عسى ان بولوس يدفع ليه هذه الرشوة ومرت سنتين على هذا الوضع بولوس محبوس في قيصرية واشتكى اليهود فيليكس الى الامبراطور نيرون بسبب اخطاءه الكثيرة فدعي للمحاكمة في روما سنة ستين ميلادية وحل يوركيوس فاستوس مكانه كوالي على قيصرية وهنا نكون وصلنا الى اصحاح 25 حيث المحاكمة امام فاستوس كل هذا الاصح بيحكي لنا هذه المحاكمة الى اية 22 من بداية الاصح 25 الى اية 22 المحاكمة امام فاستوس وبعد كده امام الملك اغريلاز الحقيقة لا نعرف الكثير عن يوركيوس فاستوس غير انه لم يستمر في الحكم اكتر من سنتين من سنة 59 الى 61 ميلادية ومات بعدها والفترة اتسمت بالعدل والاستقامة وواضح انه كان افضل من سابقه ومن لاحقه ومن وقت اعتلاءه كرسي الولاية بدأ فاستوس مباشرة مهام منصبه وبدأ نشاطه في مدن الولاية بزيارة اوريشالين وبنقرأ عن هذه الزيارة في الايات الاولى من اصحاح 25 فلما قدم فاستوس الى الولاية صعد بعد ثلاثة ايام من قيصرية الى اوريشالين فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمس منه طالبين عليه من نتن ان يستحضره الى اوريشالين وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق يقتل بولس في الطريق فاجاب فاستوس ان يحرص بولس في قيصرية وانه هو مزمع ان ينطلق عاجلا وقال فلينزل معي الذين بينكم مقتدرون وان كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه برغم ما عرف عنه انه شخصية مسالمة اكثر من فيليكس الا انه في هذه الزيارة الاولى الى اوريشالين واضح انه كان حاد في رأيه وده ظهر لما رفض بوضوح طلب رئيس الكهنة والمجمع باحضار بولس الى اوريشالين وزي ما ارينا كان خطتهم في الاساس هي قتل بولس وفي الغالب رأوا ان دي فرصة افضل من قبل كده لما تحالف قبل كده اربعين واحد على قتل بولس لكن دلوقتي يمكنهم قتله في الطريق من قيصرية الى اوريشالين الحقيقة مش عارفين سبب رفض فاستوس لهذا الامر لكن هل عالم بمكينة اليهود لقتل بولس ام عرف انه اللي حدث قبل كده في اوريشالين ومع في ليكس على اي حال فاستوس اظهر انه سيرجع عاجلا الى قيصرية وقال انه ممكن بعض المقتدرين بينهم ينزلوا معاه ويشتكوا على بولس هناك وبعد كده بنشوف دفاع بولس ورفع دعواه الى قيصر في اصاح 25 والايات من 6 الى 12 وبعد ما صرف عندهم اكثر من عشرة ايام انحضر الى قيصرية كلام هنا عن فاستوس وفي الغدي جلس على كرسي الولاية وامر ان يؤتى ببولس فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحضروا من اوريشالين وقدموا على بولس دعاوة كثيرة وصقيلة لم يقدروا ان يبرهنوها اللي هي يفسد الامة ويمنع ان تعطى جزيا لقيصر قائلا انه مسيح ملك ولكن فاستوس اذا كان يريد ان يودع اليهود من نتن اجاب بولس قائلا اتشاء ان تصعد الى اوريشالين لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الامور فقال بولس انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي ان احاكم انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا لاني كنت ان كنت آسما او صنعت شيء ان يستحق الموت فلست استعفي من الموت ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني اليهم الى قيصر انا رافع دعواي حين اذن تكلم فاستوس مع ارباب المشهورة فاجاب الى قيصر رفعت دعواك الى قيصر تذهب بعد ما مكس فاستوس عشرة ايام في اوريشالين عاد الى مقره في قيصرية ورجع معاه مجموعة من اعضاء السنهدريم وفي اليوم التالي امر باحضار بولوس ولم يخبرنا البشير لوك عن محتوى الدعاوة الكثيرة والثقيلة اللي قدمها اليهود واللي مقدروش يبرهنوها على الاطلاق لكن بولوس اشار في دفاعه ان فيه ثلاث تهم وجهة اليه من جهة ناموس اليهود والهيكل والقيصر ومرة اخرى التهم دينية وسياسية معا فالمشتكون عارفين ان هو لا يهم القاضي الروماني التهم الدينية فكان لابد ان هم يشتكوا عليه بتهم سياسية ولكنها زي ما اشرنا هي تهم بدون دليل وفاستوس عمل زي فيليكس يريد ان يودع اليهود من نتا ان يكسب رضاء اليهود فسأل بولوس هل عنده رغب ان هو يرجع لورشاليم علشان يحاكم هناك مع انه هذا الطلب رفضه فاستوس من قبل لما قالوله اليهود في اورشاليم هنا ادرك بولوس الخطورة من الذهاب الى اورشاليم واكد على حقه كمواطن روماني انه يحاكم امام فاستوس وانه لم يظلم اليهود في شيء على الاطلاق وبالتالي لا يوجد مبرر لمحاكمته مرة اخرى امام السنهدريم وبولوس اكيد كان بيفكر في مخرج من هذه المشكلة ويبدو انه لم يجد مخرج الا استخدام حقه الروماني بانه يرفع دعواه الى قيصر ايه حاكم في روما وهذا يعني غلق الملف تماما في كل من قيصرية وورشاليم واستخدم بولوس هنا حقه الروماني انه يستأنف قضيته ويرفع دعواه من محكمة الولايات الى محكمة الامبراطورية في روما ولا شك كانت هذه يد القدير التي انقذت بولوس من عداوة وبغض اليهود ومن رخاوة الوال الروماني ثم ان ذهاب بولوس الى روما ده الحلم اللي بيرودوا من فترة طويلة في النهاية سأل فاستوس مستشارية فاجمع الكل على حق بولوس في الذهاب الى روما وفي نظر الدعوة هناك لكن بعد كده بنشوف مسؤول بولوس امام اغريباس تكملة لاصرع خمسة وعشرين والايات من تلاتة وعشرين الى اخر الاصحاح ماذا حدث نقول في الاول انه اغريباس هذا هو يهودس هو هيرودس اغريباس الثاني ابن هيرودس اغريباس وحفيد هيرودس الكبير حضر الى قيصرية ومعاه برنيكي اخته لمقابلة فاستوس وكان اغريباس وبرنيكي يعيشان معا كزوجين كان حديث السن سبعتاشر سنة لما مات ابوه فلم يصبح ملك على اليهودية مكان ابيه لكن لما مات عمه هيرودس ملك كليكية سنة تمانية واربعين ملكه كولوديوس عوضا عنه واتسع ملكه على معظم المنطقة يبدو ان فاستوس كان في حاجة لهذه الزيارة لانه كان عليه انه ويرسل تقرير الى روما بقضية بولس وليس فقط بسبب حدثته في الولاية ولان اغريباس كذلك اكثر منهم عرفة بعوائد اليهود ومشكلاتهم واكثر دراية كيف ترسل القضية الى روما من هنا قصد ان يعرف رأيه وده اللي بيخلينا نشوف ان فاستوس بيطلب مشورة اغريباس في الايات 13 الى 22 من اصراح 25 وبعد ما مضت ايام اقبل اغريباس الملك وبرنيكي الى قيصرية ليسلما على فاستوس ولما كانا يصرفان هناك اياما كثيرة عرض فاستوس على الملك امر بولوس قائلا يوجد رجل تركه فيليكس اسيرا وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في اوريشاليم طالبين حكما عليه فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة ان يسلموا احدا للموت قبل ان يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى فلما اجتمعوا الى هنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتب الرجل فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلا واحدة مما كنت اظن لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسم يسوع قد مات وكان بولس يقول انه حي وإذا كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت العلّه يشاء ان يذهب الى اوريشاليم ويحاكم هناك من جهة هذه الامور ولكن لما رفع دعواه لكي يحفظ لفحص غسطس امرت بحفظه الى ان ارسله الى قيصر فقال اغرباس لفستس كنت اريد انا ايضا ان اسمع الرجل فقال غدا تسمعه بالطبع كشفت رواية فستس جهله بما يحدث حقيقة وجهله بالمسيح واتباعه وكشف عن تردده في ارسال بولس لأوريشاليم ليحاكم هناك لكن بولس واضح زي ما اسمعنا اعلن رفع دعواه الى قيصر بالطبع بولس مازال سجين في قيصرية لفرصة مناسبة لارساله الى روما وهنا تدخل اغرباس وطلب ان يرى بولس ويسمعه فاغتنم فستس الفرصة ووعده انه سيراه ويسمعه في الغد ان شاء الرب في الاسبوع القادم هنشوف فستس بيقدم القضية الاغرباس وبولس يمسل امام اغرباس لكن بس هنا عايزاختم حديث النهاردة بالكلام اللي قالوا الرب بدري قالوا الحنانية وحنانية قالوا البولس وهنا يتحقق امامنا تماما قالوا بولس هذا سيكون لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل شفناه في رحلاته التبشرية بيعلن اسم يسوع امام الامم وشفناه في اورشاليم وفي المجامع اليهودية بيعلن اسم يسوع امام بني اسرائيل وفي هذه الاصحات خمسة وعشرين وستة وعشرين وابلاها اربعة وعشرين بيقف امام الولاة والملوك يعلن اسم يسوع المسيح وهنا امام فاستوس واغريباس ما كانش هم بولس المحاكمة والدفاع عن نفسه اما تقديم رسالة الانجيل دي الاولوية المطلقة عنده امام هؤلاء الولاة والملوك وهذا ما حدث مع اغريباس ومع فاستوس ومع فيليكس قبل ذلك ارأيت رجلا مكتهدا في عمله ارأيت بولس مكتهدا في خدمته امام الملوك يقف ووقف امام الملوك وشاهد بانجيل يسوع المسيح ونكمل حديثنا بمشيات الرب في الاسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة